تعريب بشخصية سيدي علي بن عيسى السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأشتر مصدر أو مرجع المعلومات سيدي علي بن عيسى مرابط الروم بنواحي الأخضارية وصفه شلوس الألماني بقوله تان في ذات الحين عام 1832 ميلادي عجوزا تجاوز الستين من عمره وهو تصير طام ذو وجه طويل مستدير ولحية رمادية بيضة ومظهر مهيب وتان لباسه يشتمل على الصر والأبيض ودندورة بيضة مصنوعة من القطن وحيث تتخلله خيوط حريرية وبونوس وطل ما تان يحمل عمامة ويلتدي عادة عصابة بيضة صوفية أو شاشية حمراء يغطيها الحائط وتان له أربع نيسى ويعيش مع عصرته التابير في سلام ووئام وتان السيد علي بن عيسى يذهب إلى الأسواق كلها ليقوم بدور الحتم في جميع القضايا التجارية وتانت لتلماته قوة غير عادية فما من تلم تخرج من فمه إلا ويعتبره أتباعه تلم مطدسة ولم يتن يشارط في المعارض ولاتن الآلاف تانت تلبي أمره وتندفع في حماس إلى أرض المعارضة اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد ما بايت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد تمبارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد